السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء خلينا نسأل فيكم على فخ قاعد يبقون بطلاب حاليا خلينا نرجع ياكم للماضي إلى زمن النظام السابق وزانة التربية في زمن النظام السابق في مادة اللغة الإنجليزية كانوا الأساتف يساعدون الطالب بالقطعة الخارجية يعني شلون؟ يعني سؤال القطعة الخارجية إذا رتبت السؤال بدون ما تذكر الجواب يطوك عليه نص درجة شلون؟ مثلا يجعنا السؤال Where did علي play tennis? فهنا نحن نحذف أداة الاستفهام ونحذف الدد وإذا حذفنا الدد لازم نفعل حوله للماضي هذا الترتيب رح يطوك عليه نص درجة خوش زين مهسا حاليا حاليا اللغة هاي المساعدة ها أوقف انت بحثي انت تحب بويا ما قال لا بحث ولا هم يحزنون احنا قاعد نسأل فيكم على شغلة كانت موجودة في ذلك الوقت ذلك الوقت لما انتهت هاي الشغلة الحد الآن الأساتذة مصرين يدرسوها طيب الأساتذة القديمين أوكي الأساتذة الجديدين اش بيكم يعني انتو بتدرون انه هاي الشغلة تغيرت انه ترتيب السؤال بالقطعات الخارجية بعد ما ينطون عليه درجة رتبت السؤال او ما رتبته ينطون درجة على الجواب ويردد عني بلاي تنس لازم تذكر المكان اللي كان عليه يرعب بالتنس فانت ما لتشبع الطلاب بملاحظات وفيديوهات يعني الأساتذة اذا اكو فيديوهات على اليوتيوب لعشرات الساعات كامش الطلاب خمسة واربعين دقيقة وخمسين دقيقة يشرح لهم كيفية ترتيب السؤال وانت تذري انه ترتيب السؤال بعد ما عليها درجة تقدرون ترحون الى الاسئلة الوزارية للسنين الساقة وتشوفون انه اذا طالب كتب فقط الجواب يرطى درجة كاملة فانت ليش تريد تشبع الطالب والطالب تريد عند هاي خمسين دقيقة من ان قاعد يشوفها راح يسجي ملاحظات وراح يحفظ هاي ملاحظات وبالتالي ما يستفاد من عدها فلدائنا ومناشدتنا وموناشدة هي عتبنا على الاساتذة اللي قاعدين يسوون فيديوهات لحل القطعة الخارجية وهي اصلا مو حل القطعة الخارجية هي ترتيب السؤال فيا ريت تبتعدون عن هذا الشي ويعني نبطل هذا الاسلوب ويطلع شكرا جزيلا